ما يمكنني قوله من خلال ما شاهدته والسمعت إليه خلال اليومين الماضيين هو أنني مندهش من كيفية تطور الاقتصاد المغربي وطريقة انفتاحه على القارة الإفريقية كما أدهشني كيف أصبح المغرب يموقع نفسه كمركز وبوابة للأعمال في إفريقيا وهو ما يفسر السبب وراء ضرورة انخراط الشركات البريطانية في السوق المغربية ومع المغرب أعتقد أن وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص بإمكانه أن يكون جيدا لتحفيز وإيجاد مصادر جديدة للتمويل بطريقة تنقص من التدخل الحكومي بعد مدة قصيرة خصوصا بعد إنشاء السوق وإرساء ثقة المستثمرين في نهاية المطاف يبقى على الشركات والحكومات الإفريقية أن تحدد القطاعات المستهدفة والتي يجب تشجيع الاستثمار فيها أتوقع شخصيا أن يتم التركيز خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية على بعض القطاعات وهي التصنيع والبنيات التحتية والفلاحة والطاقات المتجددة وبالإضافة لهذه الأخيرة لدينا أيضا في الحسبان تطوير الطاقات النظيفة والاقتصاد وانعكاساتهم الإيجابية على التغيرات المناخية والنمو الاقتصادي الذي يمكن أن تخلقه نحن لا نقول الأشياء دون أن نعنيها إذا قلنا شيئا فإننا حقا نعني وأخدا بعين الاعتبار كل الأشياء التي قلتها للتو فالمغرب سيصبح شيئا فشيئا شريكا مهما لنا وهو ما يجعله متموقعا بشكل جيد كمركز وبوابة على القارة الإفريقية وبشكل جيد المترجم للقناة